اهلا بيكم انا مخصماك يا بؤلز صباح الخير يا مونجم الجمل دي ارتبط بيها جيل التبنيات سواء كبار او صغيرين برنامج استمر اكتر من 25 سنة وبنفس النجاح تعالوا معايا بقى اقولكم حكاية نجوة ابراهيم وليه امه قلصوم وصفتها بالبيت العيلة بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا القرص على الكل عشان يوصلوك كل الاشهارة يلا بينا نبدأ حلقة نجوة ابراهيم اتولدت في القاهرة في 28 ابريل سنة 1946 درست في مدرسة مصر الجديدة السنوية بنات ولما بدأ بس التلفزيون المصري انبهرت بيه ودخلت الاختبارات وكان عمره 15 سنة ولما نجحت في الاختبارات رشحتها الازعية ساميها عبد الرحمن لتقديم برنامج اطفال وقدمت برنامج عصافير الجنة واول لقاء جمحها بام كلصوم بصت له قالت البت العيلة دي هي دي اللي هتعمل معي الحوار؟ دي ما بتعرفش تقول كلمتين على بعد الكلام دايق نجوة ابراهيم ولما شافت فستان ام كلصوم حمست في ودنها فستانك مش هيناسب الحوار التلفزيوني كوكب الشرق طلبت منها تختار فستان مناسب لها من دولة بها الخاص وكملت الحوار وبعدها نجوة راحت بيت ام كلصوم في الزمالك علشان توريها صور الحوار والصور عجبتها جدا ودتها اربع صفايح تون كمكفأة والواحدة كان وزنها سبع كيل بعدها شافها المخرج يوسف شاهين وكان معجب بأدها في برنامج الاطفال وزارها في البيت وجاب لها عروسة المولد وطلب منها انها تشترك معاه في فيلم الارض بالرغم ان عمرها كان يا دوبك سبعتاشر سنة وافقت نجوة بس شرطت عليه شرط غريب جد هو ان اسمها يتحطى اول التترة يوسف شاهين وافق من غير ما يفكر وبعد نجاح الفيلم الكبير سفرت برلين وحضرت مهرجان كان وبعدها بسنة قدمت فيلم فجر الاسلام مع محمود مرسي وسمحها ايوب والفيلم نقلها في مكان تاني خالص وكل النقاط والجمهور اشادوا بيها حصلت نجوة ابراهيم على لصانس اداب قسم اجتماع بجامعة القاهرة وكملت مشوارها في التلفزيون ووصوصا ان جمهاريتها كانت كبيرة وبدأت نجوة ابراهيم في تقديم برامج نقح زي ستة على ستة وبعدها عملت برنامج مواضعه افكار ما تقدمتش في ايه برنامج عرب زي حلقة السجين اللي سجلتها مع اسرته بعد خروجه بعد عقوبة 12 سنة ارتبطت نجوة ابراهيم بالفلسطيني مروان كنفاني اللي كان حارس مرمى النادي الاهلي وتجوزه بعد خطوبة استمرت لشهور وانجبت منه ولدين هم مناصر وحكم ولما اعتزل كنفاني اشتغل مستشار للرئيس الفلسطيني ياسر عرفوات وكان عيش باستمرار في نيويورك رفضت نجوة ابراهيم بسبب ارتبطتها الفنية بالقاهرة وحصلت بينهم خلافات كبيرة جدا وانفصلوا رجعت نجوة ابراهيم لمصر وقدمت برنامج فكر ثواني وكسب دقائق اللي استمرت في تقديمه ست سنين وعمل لها جمهارية كبيرة جدا بعدها بقى اتجوزت بالموزية احمد حوزي انفصلت عنه بعد سنتين بسبب اختلاف الطباعة ما بينهم وقدمت برنامج صباح الخير واستعانت بشخصية الاراجوز وسميته بقلز وقام بدوره الفنان سيد عزم البرنامج قصر الدنيا وبقى اهم برنامج في مصر والوطن العربي ومن وقتها اتعرفت باسم ماما نجوة ومن كتر نجاح وعملوا برنامج تاني بنفس شخصية بقلز اسمه مساء الخير نجوة ابراهيم حصلت على لقب المزيعة المثالية لمدة 11 سنة قالت نجوة ابراهيم ان اجرها كان 50 جنيه في الشهر وسيدة عزمي صاحب شخصية بقلز كان بياخد 5 جنيه شهرين استمرت في الضغط على الانتاج لحد موصلت اجره ال 50 جنيه ونجوة ابراهيم اتعرض عليها الجواز كتير بس هي كانت مترددة من تكرار التجربة لحد موافقت على الجواز من رجل الاعمال السعودي عاصم القزات وما اعلنتش للجمهور واشترط عليها تلبس الحجاب فعلا اخدت اجازة من التلفزيون ولبسة الحجاب بس اهله كانوا رفضين الجوازة وبعد ضغوط كتيرة انفصلوا بعد سنة وخلت الحجاب ورجعت من جديد للتلفزيون وتم الاعلان عن ان الجوازة كانت في السر نجوة ابراهيم قدمت 12 فيلم واخر اعمالها مسلسل استاذ ورئيس قسم سنة 2015 مع الزعيم عدل امام اكتبوا لي في الكومنتات ذكرياتكم مع ماما نجوة وبقلز قبل ما مشوا ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الاشارات اسيبكم فرعات اللو امن وحفظ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي